متابعين الكرام في فضيحة أخرى من فضائح حضارة الجزائر وهذه المرة فضيحة كارتية بكل ما تحمل الكلمة من معنى يعكس نوع التخبط واليأس لعيش في نظام الحضارة وعبر أبواقه الإعلامية متابعين الكرام هذه المرة اتهم الإمارات باتهامات خطيرة جدا ستكون لديها وقع كبير على نظام حضارة الجزائر لأنه يلعب بالنار وسوف يكتوي بهذه النار التي يلعب بها فجريدة الشروق أحد كبريات الأبواق الإعلامية دي نظام حضارة الجزائر بطبيعة الحال من المعروف على أن جريدة الشروق هي جريدة مخبراتية بكل ما تحمل الكلمة من معنى نشرت هذا المقال اللي كتفوا الآن أمامكم على الشاشة ويتهمون الإمارات بأنها تدفع المغرب إلى الحرب مع حضارة الجزائر شوفوا على عنوان كيفاجدير لكن الخطير فهذا المسألة متابعين الكلام وهو ما كتبته جريدة الشروق في تفاصيل هذا المقال فهي تدعي على أن الإمارات أعلنت الحرب على حضارة الجزائر وهذه المسألة خطيرة جدا وتشارج قتلكم يلعبون بالنار وسوف يكتوون بهذه النار التي يلعبون بها على كل كما تشاهدون أمامكم على الشاشة المقال يقول حسب جريدة الشروق طبيعة الحال دي نظام حضارة الجزائر وفي هذا الصياق أصرت مصادر ديبلوماسي أجنبية جد موثوقة للشروق بوجود تحركات مشبوهة لملحق الدفاع في سفارة الإمارات العربية في الجزائر يتهمون هنا الملحق العسكري الإماراتي في سفارة الجزائر وشوفهم زيان وسمعهم زيان وشو قالوا عليه حيث صدرت عنه تصرفات لا تليق بممتل ديبلوماسي لبلد عربي مسلم في حق دولة شقيقة طالما كانت حريصة على صيانة رابعة الأخوة بلا 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 وكشفت المصادر الأجنبية للشروق أن هذا الملحق العسكري الإماراتي الذي يحمل رتبة عقيد صرح لأحد الديبلوماسيين في حضرة نظر رأيه الأوروبيين أنه في حالة نشوب حرب بين المغرب والجزائر فإن بلاده ستقف بكل إمكانيتها مع المملكة العلوية كتبين نازع مملكة العلوية وكأنها إساءة بالنسبة لنا في المغرب ولا يعلمون على أن المملكة العلوية تاريخها يا حضرات الجزائر لا يمكنكم الوصول إليه ولو بعد تريليون السنة المملكة العلوية هي شرف لنا بتاريخها العريق بعرقاتها بملاحمها بكل شيء المملكة العلوية لا يمكنكم يا نظام الحاضر لأنكم تصلوا لها ولو بأي شك من الأشكال فالنقلخين كتبين المملكة العلوية وزعمارك يسببونها على كوني تجوزوا هذه المسألة كما نضعوا متابعنا الكرام خطورة المسألة هنا أن نظام حضرات الجزائر عبر هذه الأبواق الإعلامية يتهمون الإمارات باتهامات خطيرة ما يتهمون به الإمارات هو بمثابة إعلان حرب ولا يعلمون هذه المسألة لا يعلمون على أن وخبت هذه التصرفات الشمائة التي يتعلون هم لا يمكنهم القدرة على أنهم يواجهوا الإمارات مباشرة واخر كتقولوا على أن الإمارات خرج منها هذا التصرف والملحق العسكري ديالها قال على أنه غد يدعم المغرب عسكريا الإمارات غد يدعم المغرب عسكريا في حالة كانت هناك حرب مع حضرات الجزائر إذن بكل بساطة لماذا لا تطردنا السفير الإماراتي ولماذا لا تقطعنا العلاقة الدبلوماسية مع الإمارات لأن هذا الاتهام واتهام الخطير أنتم تتهمون الإمارات بأنها أعلنت الحرب على حضرات الجزائر المسألة هذه خطيرة اتهامات خطيرة جدا وتتهمون الملحق العسكري اللي كان في سفارة الإمارات في الجزائر ماشي في سفارة الإمارات في المغرب في سفارة الإمارات في الجزائر ونوضع قموا بطرده أشكت تسناهم هذا يؤكد لنا على أن ما قنتم به سابقا هو مصرحية هزلية مضحكة مثير للسخرية لأنكم كنتوا خرشوا بيان بشترضوا السفير الإماراتي وما قدرتوش لأنكم بكل بساطة جبناء سرعان ما تم سحبوا ذلك البيان وخرجوا عن مجهد حيشكم يعتذروا مذلا متوسلا للإمارات فأنتم الآن تتهمون الملحق العسكري الإماراتي باتهامات خطيرة نضغطوا العلاقات وطردوا هذا السفير وطردوا هذا الملحق العسكري لماذا لا يستطيعوا لا يستطيعوا الاتهامات كما قلت لكم اتهامات خطيرة عادتم تتهمون الإمارات بأنها أعلنت الحرب وراءت صريحة التي تقوله خطيرة جدا ولكن اللي دحكني هنا متابعنا كرام وهو كيقول لك أسرت مصادر ديبلوماسية أجنبية مصادر ديبلوماسية أجنبية هما اللي قالوا لجرهدات الشرق ماذا قالوا لها؟ قالوا لها بأن الملحق العسكري كان قارس معه الملحق العسكري الإماراتي كان قارس معه وقال لهم إذا ناضط الحرب بين جزائر المغرب سندعمون المغرب ترى السيناريو الغبي سيناريو الغبي ملحق العسكري قالوا لهم جاتوا إلى غانتو قالوا لهم أننا ضنات الحرب بين المغرب والجزائر نحن ندعمون المغرب عسكري سيناريو غبي إخراج غبي مقال غبي ولكن المقال ستكون عنده تبعات خطيرة على نظام حضرات الجزائر عرفتوا لش نظام حضرات الجزائر لا يمكن أن يواجه الإمارات مباشرة لا يمكن أن يقتال مع العلاقات لا يمكن أن يطرد السفين لا يمكن أن يدروا لأن الإمارات لديها ملفة سوداء على الكبرانات ذي النظام حضرات الجزائر وإذا مشت الإمارات وبدأت تخرج ما الذي لديها فما أنتم بخير ما أنتم بخير ولا أبقتوا غاديين في هذه المسلكة كما قلت لكم النار التي تلعب فيها ستكون لكم متبعنا الكرام أراكم في فيديو قادم إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر